هي مدرسة موازية كتصاحب الأفراد منذ المرحل الأولى لنمو الدهني البناء النفسي وهنا لا بد من انتباه إلى كل أفكار السلوكية التي يمكن أن تتصرب إلى أدهان الأطفال يعني مرحلة ديال الطفولة الذين يجدون أنفسهم أحيانا في موجهات إنتاجة إعلامية من قبيل برامج الترفيه أو منشورات شبكات التواصل الاجتماعي التي قد تؤثر صلبا على تربيتهم التواصلية وبالخصوص على وعيهم الخاطئ لمفهوم العلاقة بين الرجل والمرأة منذ الطفولة وهذا لا يعني أن مرحلة الطفولة هي الوحيدة التي يمكن أن يكون فيها لوسائل الإعلام تأثير على التربيت التواصلية لكن مرحلة الطفولة هي الأساس بحكم أنها هي المرحلة التي يكون فيها الفرد أكثرها الشاشة ويبحث فيها عن تغذية فكرية وعن نماذج يحتدي بها ويتخذها قدوة في الحياة وبينها نماذج قد يصدفها في إنتاجهم مواد إعلامية قد يرى كيف يتعامل الأشخاص في وسائل الإعلام في إطار علاقتهم التواصلية وبالخصوص في العلاقة بين الرجل والمرأة من خلال الخطابات تمر إلى ذهنه ويعتبرها بأنها تمثل الحقيقة وما يجب أن يكون عليه الحال لكن ربما قد تكون هذه الإنتاجات الإعلامية غير واعية بهذا الطور السلب الذي تمارسه على المتلقي من خلال طرحي مجموعة من المقاربة الخاطئة فيما يتعلق بعلاقات الرجل والمرأة كأن يتم مثلا صريف خطاب يقيني يقوم على حقيقة مسلم بها بأن المرأة يجب أن تكون على هذه الشكلة وأن الرجل يجب أن يكون على شكلة أخرى وأن يتم هناك التمييز بينهما مثلا في العامل التمييز بينهما في الفكر التمييز بينهما في الكثير من الأمور التي هي في الأصل تكون متساوية بينهما بموجب الطبيعة مثلا مسألة التفكير هل يمكن أن نمرر من خلال وسائل الإعلام بأن المرأة يجب كيفما كانت درجة تفكيرها وطقتها الإنتاجية أن تكون في خدمة الرجل وأن نقول بأن مثلا خلال وسائل الإعلام أو خلال مجموعة من الأعمال الترفيهية أو المسلسلات أو خطابات هذه ترسخ للأفكار النمطية أو للصور النمطية أو الإحكام الجاهزة هذا المعنى بتأكيد وقد تجد داخل الأسرة من يكون في مستوى التصدي لمثل هذه الأفكار وننبيه لها الأطفال لكن مع الأسف أنه كنخلي الأطفال بوحدهم منذ الطفولة في مواجهة وسائل الإعلام اللي كنت تخلي مثلا الراجل أنه يكون هو الرمز ديال القوة ديال مثلا الأعمال اللي هي ديال البطولة وهذا شي كنشوفوه مع الأسف أنه كنشوفو أطفال أنهم كيتعاملوا مع وسائل الإعلام من خلال بعض اللعب الإلكترونية اللي هي تكن أعتبرها بأنها تهيارها وسائل من وسائل الإعلام لأنها من كننعطيهم واحد مجموعة ديال الألعاب على أساس أن الرجل هو اللي كيمكن له يمارس واحد النوع ديال الأشغال معينة خاصة به هناك ترتب عند الطفل منذ الطفولة ترجمة نانسي قنقر